وبهذه المناسبة أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أكدت على دور ميثاق العمل الوطني في صون حقوق ومكتسبات المواطنين وما تحقق لهم من منجزات حقوقية وتشريعية عديدة ساهمت في رفض مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين بداية أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه راعي النهضة الحديثة وقائد المسيرة التنموية الشاملة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب مملكة البحرين الكريم بمناسبة ذكرى مرور 21 عاماً على ميثاق العمل الوطني وفي هذه المناسبة نقف اليوم بعدما يربو على عقدين مبهرين من المنجزات التي استدلت بوثيقة ميثاق العمل الوطني فبلغت بذلك المستويات العالية من الطموحات حيث نقف على ثمار غاياتها التي حملت تطلعات بحجم وطن عظيم كالبحرين وشعب اتصل اسمه بالوعي والمعرفة وصناعة حضارته على مبادئ سامية من التسامح والتعايش السلمي والاستعداد الدائم لرفض مسيرة الوطن الديمقراطية والمشاركة في إدارة البلاد من خلال مجلس النواب الذي يمثل بيت الشعب والمعبر عن إرادته وتطلعاته فكان ذلك في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حيث تسنم الوطن أرفع نهضة شاملة ولا شك أن المشروع الإصلاحي الذي جاء به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه شكل فجرا نهضويا جديدا للبحرين وأوقفها على البوابة الواسعة للحضارة المعاصرة ومكنها من أن تعزز مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم عبر الاستثمار في الإنسان البحريني لبناء حاضر الوطني ومستقبله وفق نظم مؤسسية رائدة وعبر هياكل متينة تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون وما مر به العالم من محك فرضته ظروف جائحة كورونا كوفيد-19 كان فرصة لإبراز تميز مملكة البحرين ورسوخ خطاها في تجاوز العقبات وتحويل التحديات لفرص نجاح فكان لوطننا العزيز أن يحظى بالإشادة والتقدير من قبل الدول والمنظمات العالمية لإدارته الاحترافية للجائحة من خلال جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما ذلك إلا نتاج لمسيرة انطلقت من إرادة ملكية حكيمة فتحقق منها خير الوطن وأهله وإننا في مجلس النواب لنؤكد في هذه المناسبة مواصلة العمل الحثيث من أجل تحقيق إضافات نوعية لمسيرة النهضة الوطنية الشاملة استنارة برؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتعزيزا لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسعي الدائم لإغناء النهضة التشريعية وتسخير الدبلوماسية البرلمانية لإبراز التقدم البحريني وتعميق التعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم مسار العمل الوطني دامت البحرين في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي منارة للتقدم والريادة